مع انتهاء دورة الكنيسة الحادية والعشرين أزلت القائمة المشتركة استطارة على مسيرة حافلة بالتشريعات وتجند الميزانيات من جهة وجولات غير مسبوقة على الصعيد الدولي والعربي من جهة أخرى أستطيع أن أشير إلى إنجازين كبيرين حقا الإنجاز الأول الخطة الاقتصادية 922 الإنجاز الثاني الذي يجب أن يشار له هو الاهتمام العالمي المتصاعد بالفلسطينيين داخل إسرائيل يعني أنا أشبه أنفسنا بمنظمة التحرير الفلسطينية قبل خطاب أبو عمار بالأمم المتحدة 74 يعني نحن لأول مرة نلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة وزيرة خارجية التحاد الأوروبي لأول مرة رؤساء دول ووزراء خارجية وعلاوة على تلك الإنجازات فأن هذه الدورة السياسية تعتبر من أصعب الدورات وأكثرها يمنية وتطرفا وأثمت من يرى بأنها كانت الدورة الأصعبة على المجتمع العربي في الداخل باعتقاد أن دورة الكنيسة الأخيرة تميزت بالتشريعات لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة ويمكننا أن أشير إلى ثلاثة أنواع من التشريعات تشريعات عنصرية وغير ديمقراطية تستهدف العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل تشريعات استيطانية تهدف إلى توسيع الاستيطان إلى ترسيخ الاحتلال وتمهيد الطريق أمام ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل وثالثا تشريعات تستهدف الشعب العربي الفلسطينيين تشريعات قمعية عقابية واستبدادية يعني تصدينا لأمور كثيرة هدم البيوت عدد تقاعس الشرطة في مكافحة الجريمة أمور كثيرة ولكن لا شك أن الحدث الأبرز كان لدى تصدينا له هو سن قانون القومية العنصري لسبب بسيط أن هذا القانون يشمل كل شيء بمعنى أن الدولة وضعت أمامنا وثيقة تقول أن البلاد لليهود فقط وأن الدولة لليهود فقط وأن البناء البلدات لليهود فقط وأن اللغة هي لغة عبرية تشريعات عديدة وجولات خارجية في ظل حكومة يمنية متطرفة ما كان لينجح ذلك دون عمل مشترك داخل القائمة المشتركة الأمر الذي مثل تحديا ترى الغالبية العربية به إنجازا يستحق الاستثمار به وتقويته لا هدم أركانه وزعزعة استقراره